مرحبا من تكون هذا الحديث للشباب اللي عم يكونوا نفسهم اليوم عمي حددوا شخصيتهم وعندهم ضموحات وعندهم داخلية مرعوا بظروف صعبة واحداث والتشرد والسجون ثورة وتغيروا وغيروا وماكنهم وغيروا فطلع جيل جيل جديد عم يبحث عن نفسه هذا الجيل يعني من حب نعطيه شوية من من خبرتنا في هذه الحياة فأنا دائما بعول على الجيل الجديد تعرفوا أنه الشاب بيطلع بيكبر شوي 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 بيكون طفل يلعب بيصير مراهق بيتمرد بيعمل بحث عن نفسه وبعدين بيدور بيلاقي نفسه بيلاقي نفسه ببلش يحدد إمكاناته يحدد مهامه يحدد لآخر حياته يعني غير الأمور عائلية الأمور أنه بده يتزوج بده كذا بده يشتغل بده ينجح بعمل وهذا شيء تاني نحن هناك على الأنا الجمعية يعني هو دوره في المجتمع المجتمع مثل مسرح يعني حدا بيطلع على الخشبة تجي عاري الأضواء وبقايا بيتفرجوا عليه يعني ممثل أو لاعب ومتفرج مثل الملعب مثل مسرح الروماني فكل إنسان بيطمح يطلع على المسرح تشوفوا عرس النسوان تجي العروس بيلبسوها أحلى لبس وبيضبطوها وكذا وبيصمدوها لكن كل المعازيم كل واحدة بتجيب بنتها كمان بتلبسها وكذا وبدها ترقصها وإذا ما رقصت الله بنتها مصيبة كارسة ليش لأنه هي جايرة حتى تستغل هذا المسرح لا تعرض بنتها لخمس دقائق أو أربع دقائق بتفرجي إنه هي عندها شي ممكن يكون عروس حلوة حلوة كثير فالاستعراض هذا الاستعراض اللي بيصير عند الناس يعني استعراض الإمكانات أو استعراض الإمكانية إنه يكون على المسرح فالحياة السياسية تشبهها كثير تجي واحد بالمسرح السياسي بتصبلط عليه الأضواء تجي الظروف بيلاقي حاله بالمسرح بيلعب فالناس البقايا بيصير بيهمهم كثير إنه يكونوا مثله فبصير عندهم طموحات طموحات أنا بدي يصير تحت الأضواء كيف يعني كيف أنا بدي صير مثله كيف أنا بدي يطلع على المسرح طبيعي إنسان يطمح للظهور يطمح للمجد يطمح للشرف يطمح للسلطة يطمح للسروة يطمح بيطمح ما هيك طبيعي يعني شاب طالع جديد ومكانات وإلى آخرين خاصة الشباب اللي مرأوا بتجارب وطرعوا وشافوا وشعروا إنه عندهم قدرة يكونوا أحسن من هذا لعادة المسرح هيك حس بيحب يشعروا إنه عنده قدرة يكون أحسن منه غالباً بيكون عنده قدرة لكن اللي بيطالعوا على المسرح مش قدرتهم تعرفوا أنتم في رافعات في دفاشات في نافخات في كذا في الأخير عادة إن بيطلع على المسرح عندنا نحن على الأقل بيطلع على الشخصيات المسلوبة الإرادة اللي هي يعني ممثلين المخرج بيحركوا مثل ما بدوا يعني بينسوا إنه في مخرج يسيطر على المسرح وهو بيحرك كل شيء عليه وبيطالع المسر وبينزل المسر وبقول له شو يقول وبقول له كذا بالآخير هذه المشكلة أساسية لأنه بلد غير مستقر ومؤسسة المسرح عندنا يعني السياسة ليست مؤسسة هي النزاع فردي يعني فيها لعب واحد دائما يعني هذا هو المشكلة فالأنا البحث عن الأنا أنه أنا كيف بدي قدم شيء بيقول أنا بدي قدم أنا بدي ساهم أنا بدي اشتغل أنا بدي كذا أنا بدي أوكي تمام أنت بدك تشتغل بس هل بحثت عن مؤسسة تشتغل فيها وتنجح أنت وغيرك ولا ما في عندنا مؤسسات وفي تنافس فردي هذا الفرق الكبير بين المجتمع المتخلف اللي ما من بيبقى يعني فيه بيضيع طاقاته وبين المجتمع اللي بنظم طاقاته وبينتج عنها شيء جمعي فأنت كشخص لك شخصتين واحدة هو أنت بذاتك يعني الكرسي اللي قاعد عليه حواليك شغلك عملك بيتك أهلك ناسك مرتك ولادك إلى آخر الشأن الخاص وفيه أنت بصفتك مواطن بصفتك عضو بجماعة بصفتك ضمن جمهرة هالشعور الجمعي هذا شعورك بتتقمص لأنا الجمعي فبتشعر بمسؤولية بتشعر بواجب بتشعر بواجب ديني بواجب أخلاقي بواجب رجولي بواجب شهامي بواجب كذا فبتشعر بالجمع بتشعر بتفكر بالمسرح كله جمهورا ومسرحا فبصير أنت مقابل لهذا المسرح وبالتالي بدك تحاول تأثر فيه أو تغيره أو تكون موجود فيه بالمكان اللي أنت بتفترض أنه هو يليق بك فشو بصير بصير أنه أول شي بده يناطح مثل ما بيقوله يعني بيطلع لقروم بصير بده يناطح بدور على حدا مثقف على حدا فنان على حدا مثلا بارز على حدا إعلامي على حدا السياسي بصير يناطح أول شغلة بفكر أنه ينطقد هذاك ويعلق له كذا وإلى خريفة بتبلش العلاقة شو علاقة مبارزة أنه أنا ببارزك إذا أنت عم تقول أنت أنت هل أد وانت كذا وأنا ببارزك يعني أنا لا يقول أنا مثلك أو أنا أحسن منك أو أنا فبتصير التنافس تروم تقوم عملية التنافس تناحري بين اللي قاعد على المسرح وبين الناس اللي حابين يطلعوا المسرح فهيدي الصفة العامة بالحياة أنه كل المثقفين وكل السياسيين وكل البذات مثل يقولوا بيتقاتلوا على يعني كل واحد يبرهن أنه أحسن للتاني هذا جو التناحري الموجود عندنا يقول تفقوا عشوب ننتفق ما فينا ننتفق لأن كل واحد يبحث عن الأنا ويطلع لحال وعلى المسرح مشكلة في واحد لحيطلع ويبقى يالحيعدو يشعروا بالخيبة والإحباط وأنا الظروف ظلمتني وأنا مدري شو فأنت بكتسأل حالك سؤال أنت بشو بدك أنت بدك تقدم شي للمجتمع كشب عندك شي وعم تفهم وعم تقرأ وكتشفت شغلات كتير وكذا وعندك شي بدك تقدم أنت بدك تقدم شي للمجتمع واللي أنت تبحث على الصعود للمسرح وتعيش تحت الأضواء عادة اللي بيطلع للمسرح وبيش تحت الأضواء هو الانتهاز في ظرف من ظروف اللي احنا عايش إذا أنت عندك شغلة مهمة وبدك تقدم ها فبتكتبها بتكتب بوست وتوزع وتقول لهم شوف لك تفرج لك كذا لما حد بتطلع ليش لأن ها تاخد لك ها شوف يفيدني هو عم يحكيك يحكيك أنا شوف يفيدني أنا شو بدي أنا بدي إطلع على المسرح وبتالي إذا غير يبدو يطلع على المسرح هذا عدوي مش صديقي ما بقراله وبحطمه وبيش هو يطلع وانا بدي طلع وانا نتدافش فحياة التدافع إلى المسرح هي العايشين نحنا حاليا واللي هي عم تعطي يعني حالة الصراع والنزاع والخلاف بين الناس كله عنده طموح وطبيعي يكون عندك طموح ولازم يكون عندك طموح ولازم تشعر أنك وعليك واجب تقدم شي لكن شو أنت بدك تبدك الظهور ولا بدك تقدم هذا السؤال الأساسي ما حدا بيسأل للناس إذا بدك الظهور الله معك إذا بدك تقدم ابحث عن طريقة لتقديم شيء أنت وغيرك يعني بدك تغير نظام المسرح على يصير مؤسسي تنجح كل ما كان فيه ناجحين أكتر كل ما بتنجح المؤسسي ويتقاسم النجاح لا يتصارع على النجاح على أنه أنت أحسن أو أنا أحسن أو أنت فوق وأنا تحت نحن مؤسسين قيم أنا بنجح بهذا الموضوع غيري بينجح بهذا الموضوع غيري بينجح بهذا الموضوع كل هاتنا سوى مننجح سوى فبتنجح المؤسسي بينجح المسرح بينجح المجتمع فنحن الغياب المؤسسي التي يتجند وتوظف طاقات البشر وطموحاتهم للعطاء أو للظهور أو للكذا أو لآخره فهذا المشكلة الأساسية يعني مثلا لاعب شاطر بيحط قول بيفرح كل جمهور طبعه ليه بتقاسر ومعه النجاح مهيك فأنت كيف بدك تقاسم الناس نجاحك كيف بدك تشعروا أنك أنت عم تنجح هني عم ينجحوا معك هذا هو السؤال هذا بدك تلغي أنا تبعك بدك تلغي ما تفكر أنه أنا بدي اطلع على الأضواء أنا بدي انجح أنا وياكم ونجح على حسابكم أو تسلط عليكم أو الأخي هذا الفرق بين الانتي هذه وبين الإنسان المخلص لأنه عنده شي عنده طاقة بده يصرفها بده يجندها مش هو عنده طمع أو جشع أو حب لنفسه بقدر ما عنده شي فائض عن نفسه بده يدمه يعطي الشيء الأساسي اللي عاشوه شبابنا هو التحدي حاولوا يعني كثير حاول النظام يلغيهم جسديا وشخصيا واجتماعيا وإلى آخر فعاشوا هذا التحدي وقد كنت من المفردات كنت أقول أنا وأنا أنا وأنا وأنا وجدار ما حالي أنا وجدار وباب الحديد أنا لا أنا غبار دخان وغبار أنا لا لا أنا الأيام بيننا سترى يا يعني خرى أصدي بشار سترى من أنا ولتكتبه الأقدار بمعنى أنه واحد حبسك حطك بالمنفردات ليش لأنك عم تقول له صلح وعم تقول له كذا وعم تقول له طيب أنت شو دخلك تقول له صلح مين أنت طبعا أنا مواطن مثلي مثلك مين أنت لأنك لغيتني لأنك عتبرت يولي إليك ومزرعة إليك فلغيتني فأنا صرت بدي يتحدىك يتحدىك لكون رجل لكون إنسان لكون شريف لكون أخلاقي لكون محبلة بلدي أنت عم تخرب بلد تسرق وعم تخرب في المجتمع كله فكان لازم نتحدى هو تحدى أنا وحطنا بالسجون وستخدم السلطة فكان يجب أن نبني أن نبني قدرتنا على التحدي فأنا فتعرف نفسي بقول أنا لا أنا لا أنا رفض أنا أرفض أن أكون محتقر وزليل وخانع وجبان ورعديد وإلى آخرين مو أنا بدي أكون بشار محله يعني لا بدي 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 ألغي هذا النظام التسلط فالتحدي هذا اللي عاشوه شبابنا يعني اللي آتلوا ولكذا هذا الشعور بالتحدي شعور السورة الشعور بأنك أنت لازم تقاتل يجب أن تقاتل هذا الظلم هذا الاستعباد هذا الشعور اللي احنا بنا نوظفه اليوم لحتى نبني نبني قوة رفض قوة رفض لأي مشروع بدون يحطوه علينا اليوم بتعرفوه شايفين التوال لوين آخر كيف بدون يحطوه كيف بدون يحطوه هذا الرافض عند الناس بدون يحطوه يعرفوا نفسهم صح فأنت بتعرف نفسك صح وقت بتقول أنه أنا بدي أقدم شيء معين مع الناس وما بطلب من الناس أنه يعطوني مقابله يعني كتير ناس بيقول لك أنه أنا عندي شغلة مهمية أخي شوفوها أخذوها ما بكف ليش أنت لازم تعيش التحدي وتكون فاعل فيه ما بتزد وراء على الناس تقعد بالبيت وانت تزد أوراق وأفكار الناس ما بتاكل أفكار ولا بتاكل أوراق بعدين أي مشروع ناجح الناس بتفكر فيه كيف ده توظفه لصالحة ما بتعطيك ثمنه والتالي بيأخدوه بيسرقوه منك وبيحطموك فما تخيل أنه الناس يتعاونوا معك أو ياخدوا الشي الناجح إلا إذا كنت أنت إياه ضمن مؤسسة سياسية أو حزبية أو مجتمعية أو إلى آخر فإنحنا غياب المؤسسة غياب العمل الجماعي هو اللي عم يحول كل طاقاتنا إلى صراعات بينية تلغيها مع أنه عندنا طاقات هائلة وعندمنا تضحيات هائلة بين راح ليش لأنه كل واحد قدمها بمكان وبظرف أظهر وكأنها من أجل من أجله الشخصي من أجل طموحاته الشخصي لأنه بده يطلع على المسرح مو لأنه بده المجتمع كله يطلع على المسرح يكون موجود هو اللي يحدد ماذا يجري فهذا النقطة المعيبة الأساسية اللي نحنا اليوم طموحات الشباب كلها بتتدمر ليش لأنه بيقدموا بيكتبوا وبيبعتلك ومصر إنك تقرأ ومصر إنك تشوف وتلاحظ طيب شفت ولاحظت إما أنا بدي أخد هاي الفكرة وتبنىها أعملي إليه سرقة يعني أو إنه بدي يعني بيقول لك شو لحب فيه تنيزاريتها يعني ما بديها لا تطفل أنت كون لحالك أنا ما لحاطيك شي فلا تخيل الشاب بإنه المجتمع إذا هو يقدم فكرة أو وراء لحال المجتمع يقول له برابو عليك لأنه ما في مجتمع ما في أنا جمعي معبرة عن نفسها بمؤسسة لتاخد وتستفيد من طاقتك ما في مصنع لحتى تدع فيه وتشتغل فيه وبالتالي العمل الجمعي اللي هو غائب تماما من تاريخنا من فترة طويلة من الزمن كل عمره دولة مستعمرة وشعوب مغلوبة على أمره وكل واحد ربي يسألك نفسي يعني هذا هو المشكلة اللي كانت فجينا هلأ طلعنا بالثورة على النظام لنبني نظام جمعي نظام يجمعنا نظام يجمعنا مش نعيش بالنفس النظام اللي اللي منتناحر فيه على زعامة شخص وعبودية الآخرين فإسقاط هذا الشعور الأنا الفردية إسقاط هو أساس في هذه الثورة هو أساس في هذه الثورة فعندما تسأل تسأل نفسك من أنا بدك تقول أنا لا لا لمين مش أنا بدي أو أنا بدي أظهر أو أنا بدي احتل كرسي أو أنا بدي احتل منصب أو أنا بدي لا أنا بدي أرفض ظاهرة أنا لا لهذه الظاهرة لهي ظاهرة تسلط الأفراد والاستبداد وظاهرة الأنانية وظاهرة الصعود على جماجم الآخرين مستعد نقتلهم مستعدين نتطبحهم مستعدين نعملهم منشان نطلع على كتافهم هذا تعريف الأنا هذا اللي عرف عليه نفسه حافظ أسد أولا كان هو نموذجي لهذه الشخصية إنه مستعد يتبح كل الناس ويدمر كل بلد منشان أنا الخاصة هذا النموذج نحن ننصطه نموذج لأنا المستبدة المتسلطة التي الأنانية اللا أخلاقية أنا ما أقول لك ما تكون إليك أنا لكن تكون إليك أنا في قدمة الأنا العام وفي التعاون معها حتى ما نعد نتقاتل وكل واحد يحطم بالتاني وكل واحد يدمر التاني بدنا نبحث عن طريقة للعمل مع بعضنا وما في طريقة تانية غير مؤسسات المبنية على الديمقراطية لهذا السبب ما في أمل ما في أمل إننا نحن انتقل من حالة الفوضى اللي نحن عايشينا إلا إذا نظمنا اجتماعنا بشكل ديمقراطي بمعنى كل فرد له وجوده احترامه ادوره بغض النظر عن حجم وإمكانات هذا الفرد يعني متعلم أو مش متعلم أو مثل الإمكاناته وحجمه وقدراته تتوظف ضمن مؤسسة هذه المؤسسة عليها أن تستفيد من كامل طاقاته وأن يتقاسموا النجاحات مع بعضهم كل يتنسى وقت بتشعر أنك أنت عم تتقاسم النجاح وقت كانت الفصائل عم تقاتل الشباب عم تقاتل وهذا هون وهذا هون وهذا هون في النهاية وقت ينتصروا ويشعروا كلهم أنه انتصروا كلهم مهيك مو أحد انتصر فانتصرنا كلنا حررنا بلد حررنا ضيع ضربنا حاجز ضربنا كذا فانتصر النصر جماعي إذا النصر لا يمكن تقاسم هو مصيبة إذا كان النصر هو الصعود للمسرح والاحتلال وتحويل الآخرين لمجرد تبع هذا مو نصر للآخرين وبالتالي لحيحاربوك لحيحاربوك تماما مثل هلأ الناس عم تحارب بشار الأسد لحيحاربوك مثلك مثله لح تكون انت بالنسبة لهم مثل بشار تماما ولح تسلك نفس سلوك بشار فسترى يا خرى من أنا سترى مو هاك يعني الدك تتحدى تتحدى اللي حاول يلغيك نحنا هذا الانا المطلوب اليوم هي أنا التحدي أنا الرفض رفض رفض إلغاء هذا الشعب وإلغاء دوره وإلغاء حقوقه فأساس السورة هو هون هو في تعريفك لذاتك وفي عملك هلأ ممكن تنجح ممكن ما تنجح بس إذا أنت ما نجحت غيرك نجح فبتنجح وسهوه يتقاسم النجاح وتتقاسم الفشل فبصير إليك مصلحة تتعاون مع الآخر وإليك مصلحة الآخر يكون منيح ليش لأنه كلكم بيقارب واحد نحنا ما عنا القارب هاي المشكلة الأساسية اللي نحنا عايشين فيها ما عنا الانا الجمعية المحددة لهوية ما عنا كل واحدة مشدتة ايديولوجيات نزعات فردية وانانية وآخرية هذا سبب باستمرار الحالي الراهن في سوريا هذا بالضبط هذا السبب النفسي الاجتماعي اللي أنا شفته يعني نحكي كمان للشباب يعني أمور تانية تتعلق بهذا الموضوع عن طموحاتهم عن أحلامهم عن شو ممكن يحصلوا في هذه الدنيا كمان يعني أسئلة كتير يعني الشاب بيسأل نفسه أسئلة أسئلة انتولوجية تكوينية أنه أنا مين أنا شو شو الصح شو الغلط فلسفية كبيرة كذا كل أسئلة جاوة عليها الفلسفات والأديان وكل شاب يفكر فيها ويفكر أنه يبحث عن نفسه في هذا الوجود كمان هذا موضوع مهم موضوع مهم لكن لا يرلسى له علاقة بالسورة نحكيه مرة تانية يتبع شكرا للمشاهدة